مؤتمر جديد في الرياض العنوان الابرز فيه دعم المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني اما الجهة المنظمة له فهي الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الحكومة اليمنية كانت اولى المشاركين فيه عن طريق رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر الذي اكد في كلمته ان المجتمع الدولي تفهم الاحداث في اليمن ورفض الانقلاب خوفا على الامن العالمي مضيفا انه من الصعب العودة الى نقطة الصفر ومطالبا في الوقت ذاته بسرعة الافراج عن المعتقلين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وحصره على الدولة انقاذ الريال اليمني من احداره الى قاع الكارثة ووقف تدهوره خاصة وقد بلغ سعره اليوم 660 ريال للدولار الامر الذي ينذر بكوارث اتماعية وسياسية وانسانية بدأت بوادره واضعة في الشارع اليمني بن دغر اشار ايضا الى ان المرجعيات الثلاث تمثل مرتكزا للحل السياسي في اليمن وتمنع الانزلاق نحو المجهول وتوقف الطموحات الايرانية في المنطقة المؤتمر عقد بالتزامن مع مساعي المبعوث الاممي في لم الاطراف اليمنية في جينيف مطلع سبتمبر المقبل وهي مساعي يكتنفها الكثير من الغموض والمخاوف هذا الغموض دفع وزير الخارجية خالد اليماني الى مطالبة المبعوث الاممي بتقديم توضيح حول الية ومضامين مشاورة جينيف القادمة مؤكدا ان الشرعية على استعداد للسير في طريق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها ومن خلال ذلك كله يبدو بان الشرعية تسعى الى توجيه رسائل خاصة الى الاطراف الدولية من شأنها القول ان موقفها ثابت وان اي مفاوضات لا بد لها ان تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها مسبقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر